عبر الهاتف جمال الشريف ينضم إلينا مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستيديوهات مساء الخير أهلا بك معنا ما أهمية هذا الحدث الأول من نوعه طبعاً لصناع الفيديو الرقمي لنجومه لكتاب المحتوى الإلكتروني أولاً مساء الخير والسعادة وشكراً على اللقاء أهلا وسهلا طبعاً أهمية فيديكس بي أن هي تكون منصة رئيسية لصناع المحتوى الرقمي على الإنترنت مهم جداً يكون عندنا اليوم في دبي أو في الشرق الأوسط جهة رسمية تتبنى هذه الأفكار والمواهب الناشطة الموجودة خصوصاً من قبل الشباب الإماراتيين والخليجيين والعرب في المنطقة لذلك نحن كدوري كرئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني السينماي ومدير مدينة الإستيديوهات شبناها فرصة أن نقوم بتعديل الاستراتيجيات المزبغة كانت موجودة لجذب الأفلام إلى جذب المحتوى الرقمي في نفس الوقت لأن لو لاحظنا أن عدد مشاهدين للصناع المحتوى الرقمي في ازدياد كبير جداً وعدد القنوات بإزدياد أعداد كبير جداً وخصوصاً تطور الإعلام وتطور هذا المجال ومع قلة تكلفته أدى إلى نشاط كبير في صناعة المحتوى من أعمار من ثمان سنوات إلى أعمار تصل لخمسين ستين سنة الموجودين على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام لذلك كيف فرصة كانت لنا أن نطلق فعالية بدكس بي 2017 اللي هو موجود في مركز دبيت الجاري الأعالمي لنتواصل مع الموغوبين ونتواصل مع المستثمرين ونتواصل مع أصحاب المناصفات ويكون لنا دور كبير كيف سيكون هذا الدور ومن خلال الاستجابة مع هذا الحدث كيف سيكون هذا الدور وبالنسبة للطرفين هذا الحدث في دكس بي إن كان بالنسبة لكم أو بالنسبة لمن شاركوا طبعاً لهم للصناع والنجوم اليوم نحن عندنا أكثر من تقريباً 75 ورشة موجودة في دكس بي اليوم أتممنا مجموعة كبيرة منه وغداً إن شاء الله بيكون عندنا ورش كثيرة لتثقيف مش فقط صغار السن ولكن في نفس الوقت تثقيف أولياء الأمور وتثقيف كبار السن في هذا المجال إذا حابين يطورون تجارتهم ويطورون الفصلهم ويطورون محتواماً رقمي تورنا في نفس الوقت أن نحن نصطر محتوى وليس فقط نستورد لاحظي أنت في الأولى الأخيرة استيرادنا من الغرب بشكل كبير وسعاد كثيرة من المحتوى اليوم تعتبر دولة الإمارات ومملكة العربية السعودية من أكثر مشاهدة يوتيوب في العالم بعد الولايات المتحدة هذا يظن أننا في طلب كبير ومشاهدة ضخمة يعني من قبل مواطنين ولكن التصدير شكله ضعيف جداً لذلك دورنا نحن نصدر محتواناً نصدر قصصناً نصدر عاداتنا وتقاليدنا وإيجابياتنا للعالم وهذا حلقة التواصل وأنا أعتقد اليوم الشركات ترى أن التواصل الاجتماعي توصل منتجاتهم للعالم بشكل يعني رهيب وكبير جداً روكتران قامبل اليوم أعلن أن تقديم 30% أكثر من ميزانيات السنوية في الماركتينج في التسويق موجه إلى ديجيتال ميديا إلى العالم الرقمي هذا يدل أن هناك تغيير كبير في هذه الصناعة وهذا يدل على وظائف جديدة والشركات جديدة ستدخل في هذا العالم فهذه فرص لشبابنا فرص لعلميين موجودين في الدولة أو في الخليج يطورون منها الفلسون ويطورون محسن مثل اليوم كلمة رئيسية كانت من المشهور كيسي نايستاد قال شيء مهم جداً قال أنه أنا كنت دريم يعني حل مكان يوصل للعالمية عن طريق الأفلام والفيلم بالتبل ولكن العالمية والوصل عليه اليوم ما كان يحلم به وصار في خلال سنتين فقط يعني بدأه بالفلوك في 2014 واليوم يعتبره من أهم مشاهير اليوتيوب صحيح ولهذا أنتم تركزون على هذا الموضوع يعني بسبب عدم تكلفته بالعكس هذا من حسناته وتأثيره لإيصال صورة جميلة عن الدول وعن العادات كما ذكرت أنا أشكرك جزيلاً جمال شريف مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستيديوهات